اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعا اعتزازه بالجهود المخلصة التي تواصل بذلها السلطة التشريعية في اداء مهامها الدستورية ودورها الرقابي والتشريعي في اطار سعيها الدائم لترسيخ النهج الديمقراطي والبناء على ما تحقق من منجزات وطنية في المحافل البرلمانية جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى هذا اليوم في قصر الصافرية معالي سيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين حيث رفعوا إلى جلالته رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانقاذ الرابع من الفصل التشريعي الخامس وأعرب جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي الشورى والنواب على ما يقومان به من جهود تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للوطن بالإضافة إلى تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم وأشاد جلالته بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مقترحات وأفكار بناء تهدف لتعزيز العملية الديمقراطية منوها حفظ الله بالتنسيق والتعاون المثمر بين السلطتين بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنماء والازدهار وأثنى جلالته على الإنجازات التي تحققها الكفاءة الوطنية في مختلف مواقع العمل مؤكدا أن المملكة ماضية قدما بعون الله تعالى في مسيرة التنمية والتطوير والبناء كما أشاد رعاه الله بما يتسم به أهل البحرين جميعا من خلق نبيلة وحرصهم على رقي وطنهم وتعاضدهم معا في كافة الظروف وأن ثروة البحرين الحقيقية هي أهلها الكرام وشمائلهم السامية وأننا بحمد الله نتوارث هذه السمات عبر تاريخها الوطني أبا عن جد من جانبهما أعرب رئيس مجلسي الشورى والنواب والحضور عن خالص الشكر والامتنان لصاحب الجلالة على رعايته الكريمة ودعمه اللامحدود للسلطة التشريعية والذي كان له الأثر الكبير فيما تحقق من إنجازات مهمة في العديد من المجالات هذا وقد أعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بالرعاية الملكية السامية بالتفضل بافتتاح دور الأنقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس مؤكدا أن الخطاب السامي يزخر برؤى رشيدة غايتها رفعة الشعب والبلاد وتمثل منهاج عمل للمضي قدما في ترجمتها إلى مبادرات تشريعية حتى ينعم بثمارها الشعب البحريني وأشهد مجلس الشورى بما تقوم عليه العلاقة بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني من أواصر التعاون المثمر والبناء معاهدا عاهل البلاد المفدى على مزيد من الارتقاء بالتعاون القائم بين السلطتين من جانبه تناول رد مجلس النواب على الخطاب الملكية السامي لجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه عددا من القضايا من أبرزها مواجهة تداعيات جايحة كورونا وبرنامج التوازن المالي وملف العاطلين عن العمل ودعم نهوض المرأة البحرينية وتقدمها إضافة إلى الإشادة بما تشهده البحرين من تعزيز وترسيخ لمبادئ حقوق الإنسان والاحتزاز بالدور الذي تطلع به الدبلوماسية البرلمانية وبالتقدم والتطور في عمل المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية